كشف مسؤولون أمريكيون نفوق كميات ضخمة من الأسماك على طول ساحل خليج تكسس خلال اليومين الماضيين بسبب تسجيل نقص في الأكسجن بمياه المنطقة أقل مسؤولون إن جهود تنظيف الشاطئ من الأسماك التي جرفتها المياه إلى الشاطئ جارية متوقعين وصول موجات جديدة من الأسماك النافقة خلال الأيام المقبلة موجات من الأسماك النافقة تطفو على سطح الماء على طول ساحل خليج ولاية تكسس الأمريكية صحيفة نيويور تايمز أكدت رزد كميات ضخمة من الأسماك النافقة تغطي حافة الشاطئ خلال ما وصفه مسؤول الحياة البرية بسبب تسجيل نقص في الأكسجن بمياه المنطقة مؤكدين أن ارتفاع درجة حرارة مياه ساحل الخليج بسبب عوامل تغير المناخ يمكن أن يكون قد ساهم في نفوق تلك الأسماك غير مستبعدين حدوث المزيد من هذه الأحداث في المستقبل القريب نظرا لارتفاع درجات حرارة المياه لسيما بعد تسجيل هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية ارتفاعا في درجات الحرارة بلغت 92 درجة فيرنهايت في محافظة إبروزرايا بتكساس يوم الجمعة الماضي وهو اليوم الذي تم الإبلاغ فيه لأول مرة عن انتراف الأسماك النافقة على الشاطئ مدير إدارة حضائق باريزون لفت إلى أن نفوق هذه الأسماك ليس بالحدث النادر في المنطقة ويبدأ بالحدوث عندما ترتفع درجات حرارة الماء خلال فصل الصيف وكان تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2019 خلص إلى أن ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط أدى إلى زيادة حالات نقص الأكسجين أو انخفاض مستويات الأكسجين في المياه الساحلية الأمر الذي هدد ولا يزال يهدد تجمعات الأسماك لا سيما المتوسطة والصغيرة خبراء في البيئة أكدوا أن عدم إيجاد حلول فعلية لكبح ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحرارية النتيجة عن النشاطات البشرية يمكن أن يتسبب في المستقبل بكوارث كبيرة قد يصعب السيطرة عليها